سلم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو حاكم شارق سلطان بن محمد القاسمي ميدالية جائزة النيل للمبدعين العرب والتي أعلن عنها في مايو الماضي عقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة والتي تعد أرفع وأهم الجوائز الثقافية المصرية وذلك ضمن زيارته الرسمية لإمارات الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد وزير الثقافة أن منح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الجائزة هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي وكبير على الثقافة العربية ويعكس التقدير الكبير لإسهاماته القيمة في هذا المجال مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية